بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة بمهداء مازلنا مع أنوار القرآن الكريم وبنسبح ونحن في غاية التنور وفي غاية الذوق لحلاوة أنوار القرآن الكريم وإحنا مع الجزء الثلاثاشر من أجزاء القرآن الكريم وإحنا بنغوص في أعماق هذه الأنوار المتتالية اللي في الحقيقة بتخلي حياتنا مليئة بالاتساع ومليئة بالبركة وانتهينا من الكلام عن الملف الأول ملف بناء ذوتنا لأن شعرنا في رمضان مع القرآن الكريم في بينامج ولا تعسروا القرآن يبنيني فبنى فينا ذوتنا وانتهينا في خمس حلقات ثم بعد ذلك بنى فينا أسرتنا في خمس حلقات وبدأنا ندخل عن ملف التالت وهو ملف العمل وبدأ معانا القرآن الكريم يبني فينا لبنى لبنى فبنى فينا لبنة إن العمل عبادة ثم بنى فينا إن العمل تعمير والنهاردة بيبني فينا بقوله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم أيوة بالضبط الآية دي آية من سورة سيدنا يوسف آية من سورة سيدنا يوسف وهي الآية 76 وإنتوا عارفين إن سيدنا يوسف من أكتر القصص الملهمة مش بس في مسألة الصلابة والصمود النفسي قدام الغواية لكن في مسألة العمل ولذلك هذه الآية لما قدت في قصة سيدنا يوسف عشان تقول لنا قيمة مهمة جدا 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 في مسألة العمل وهي مسألة إن إذا كان العمل مرتبط بالعلم فإيه الارتباط ما بين العمل والعلم هو ارتباط أن العمل إيه؟ أن العمل تسكية لأن العلم يأتي بالنور نرفع درجات من نشاء إيه لحاصل في درجات وإنتوا فاكرين قوله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يبقى إيه لحاصل يبقى هنا العمل عبارة عن رفع في الدرجات ولذلك العمل كلما الإنسان أتقن عمله كلما عاش في عمله بشكل فيه عبادة وفيه تعمير على طول نجد أن العمل أثمر ثمرة عجيبة في نفس الإنسان وهي تسكية النفس وعشان كده أحد الغايات المهمة للعمل هو تسكية النفس وده موجود في حديث كلنا عارفينه لما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وتيجي أيت النهاردة في سورة سيدنا يوسف وبعد ما أخد أخوه عنده علشان يعلم إخوته الدرس وإزاي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله وأن الحقيقة في النهاية هي التي تظهر وأن أصحاب الخير هم الذين يبقون في معية الله وفي سندي وبعد النجاح اللي حققوا بالعمل وخلى مصر ماذا؟ منفذ للعالم كل وسل لقمح العالم وغزائه ييجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول تعقيبا على ده نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إذن هذا العلم رفع في الدرجات فالعمل زي ما زكى نفس سيدنا يوسف برضو العمل هيخلي الإنسان يدخل ساحة التسكية لأن التسكية ساحة مدد من الله سبحانه وتعالى ساحة فتح ساحة توفيق ساحة بتوسع الحياة بتخلي الحياة ترى بين عند الله سبحانه وتعالى التسكية هو أن ترى الحياة من عند الله أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك إذن التسكية هو أن ترى الحياة من عند الله العمل بيجعلك ترى الحياة من عند الله فتبقى حياتك في حضرة الله سبحانه وتعالى في حضرة قدسي فيغرس فيك ويسقيق بشهد نظرك إليه سبحانه وتعالى حتى تزهر في نفسك أجمل أشياء ويظهر فيك جمال المولانا سبحانه وتعالى ولذلك رأس التسكية الحب والحب عبارة عن إيه إنك تعمل العمل وأنت مليء بالحب فالحب يبقى حنين للمحبوب مهما تيقنت قربه وبر بالمحبوب مهما غمرك فضله وده معناه إيه؟ إن انت بتعمل العمل بتبقى عندك حنين إلى القرب من الله سبحانه وتعالى تعمل وتبني وتخلي الناس تتعلم وانت في الحالة دي انت إيه اللي بيحصل بتقترب من الله سبحانه وتعالى وتبرى الله سبحانه وتعالى مش لأن الله محتاج ولكن لأن البر ده بيصل إلى مولاك فإن اللي حاصل فتسعد بهذا العمل الصالح وده هيخليك تشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى في العمل ويقربك من ربنا العلاقة بين العمل والتسكية علاقة بدلية فلازم العمل يقودك للتسكية والتسكية يقودك للعمل ويفضل الإنسان في دائرة من النور كلما زكى نفسه كلما ازداد عملا صالحا وكلما عمل عملا صالحا كلما تزكى والتسكية خوف من الحبيب الأجل على كل حال يعني خوف أن تحب أن ترضيه مش أن تخاف منه فترتعب منه عشان تزوق شهن الجمال في تجل الجلال عليك ويأتيك مدد لله سبحانه وتعالى بالاستقامة في كل حال فتأتيك الحلول من حيث لا تدري لما تمشي على الاستقامة وهم عدم الاحتمال اللي بيحصل عند كثير من الناس ده بيزال بأول ما تعمل وتسير إلى الله سبحانه وتعالى أكثرنا بيتسور أن حياته أتكون أكثر راحة وسعادة إذا كان تخلي من الصعوبات والشدائد فيصبح مؤشر الراحة عندنا أن احنا نصل إلى رغباتنا وأمنياتنا بيلا مجهود وبيلا مشقة مين قال إن دي اسمها مشقة بمعنى أن هي حاجة تقلمك وتوجعك دي مشقة بمعنى أن هي بتظهر أحسن ما فيك وتجنبك مشقة أن تعيش في مشقة في مستقبل عمرك يبقى تعريف الراحة بإنها عدم التعب من خدع النفس الأمارة بالسوق وده هتلاقيه في جزء النهاردة في قوله تعالى وما مبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوق يبقى إيه إلا ما الرحمة ربي فهي توقعك في فخها وتخليك تعيش في مغلطتها وتقولك إذا كانت الراحة عدم التعب والدنيا لا تخلو من التعب إذن لا راحة في هذه الدنيا فتسلم منك حب الحياة حب الحياة اللي أنت لو عشته مش هتقدر تعمل عمل صحيح ولا يبقى الكلام ده وتممكن يوصلك إلى مرضات الله وبالكلام الفاسد ده يزداد العاطلين ويبقى فالعاطلون هم أكثر الناس راحة مع إنهم الأقل تعبا وده كلام فارغ وكلام صحيح والراضون والناجحون يشعرون بالراحة مع أنهم يخرجون من تعب لتعب من بات كلا من عمل يده بات مخفورا له شوف التسكية ولو عايز تعيش بالتسكية في ساحة العمل لا تتوقف عن العمل أبدا لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العمل أدوامه وإن قل ولو كان قرينا أوليس له طعم العمل دي طعم ولأن استمرار العمل وقت الشدائي يغرس فيك الرجاء ويثبت فيك شجرة قلبك في أرض اليقين بدوام المدد من الله سبحانه وتعالى وقلب الفرج والعطاء وذلك فيه ثلاث صفات للمزك لازم تكون معاك عشان تقدر تدوق حلاوة العمل اللي عايز يعيش أن العمل تسكية أول حاجة المحبة لازم محبته تاخده بخوفه إلى الرجاء الخوف بتاعك يوديك إلى رجاء الله سبحانه وتعالى لأن أنت مش مرعوب من الله أنت خايف منه يعني خايف أنه ما يرضاش عنك فخوفك من الله يوديك إلى أنك أنت ترجوه أنه يوفقك ويأخذك إليه وإن اللي يحصل وتأخذ برجائك ويأخذك رجائك إلى خوفك من سيدك ويبقى هذه الدائرة أن يأخذك الخوف من الله إلى الرجاء فيه وإن الرجاء يأخذك إلى الخوف ويبقى تاني حاجة أن أنت ترجوه أن أنت ترجوه أنه يقبلك لا لأنه له حق عليك ولكن لأنك عبد لديه سبحانه وتعالى وثالث حاجة الخوف يخاف أنه لا يرضى عنه حبيبه سبحانه وتعالى ونعمل إيه بقى عشان نعيش بالتسكية في مجال العمل أول حاجة إذا كنت عايز العمل ده يتحول إلى تسكية أول حاجة لازم نتدرب على إدارة الأزمات والشدائد وتكون تدربنا على الأزمات والشدائد أنها تخرج أحسن ما فينا أجمل ما فينا زي ما حصل مع سيدنا يوسف الشدائد أخرجت أجمل ما فيه وابتكر حتى جعل مصر تخرج وتقدم نموذج للعالم في إدارة الأزمات هو من أعظم النماذج اللي أقدرها سيدنا يوسف حتى خرج بيعامن فيه يغاث الناس ومن أهم المهارات اللي يجب أن أنت تتقنها أن أنت تقلب الصعوبات حتى تخرج لك الصعوبات أهم سر فيها اللي هو إيه؟ أن في كل صعوبة مدد من الله سبحانه وتعالى وفي كل صعوبة معاني وأنوار وتزديد وأشياء من المحاسن خبأها الله لك في هذه الشدة ولذلك لازم نقلب الصعاب عشان نعيد قرائتها فمن سنة لله سبحانه وتعالى في الكون أن لا تنزل شدة إلا ومعها ما يحلها وما يفكها لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء وما أنزل شدة إلا وأنزل معها عطاء يا سلام آوى الله ولذلك هذه الشدائد يمكن أن تتخلص بها لما تعرف أن السماء مليئة بالحلول وساعتها هتقلب نظرك في السماء بعين اليقين فتجد مدد مولاك يبقى دي أول حاجة تاني حاجة يبقى لازم تتدرب على أنك أنت تتعامل مع الشدائد بنفحاتي ومدد مولاك تاني حاجة أن أنت تقول عشر مرات ربي أدرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك تقول كده ربي أدرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك يبقى لازم تقول الكلام ده عشان أنت تستمر أن العمل ده ماذا أن العمل ده مدد وآخر حاجة لازم طول الوقت تراكم خبراتك وتدون على الأقل تلت خبرات وثلت أشياء في العمل بتربط فيها قلبك بالعمل اللي أنت عملته وتصحح نيتك به عشان توصل لرب العالمين وتكتب الديوان ده اللي أنت بتكتب فيه ديوان خبراتك اسمه ديوان وصل العمل بالرب الأجل وسائطها لما تكتب الكلام ده وتجد قد إيه المدد اللي بيجي لك من عند ربنا هتتزكى نفسك وتعيش في العمل ده بلا حول ولا قوة إلا بالله فلا تعرف وجع ولا تعرف صعوبة ولكن تعرف فتحا وبركة ومددا وأبوابا تفتح عندما تقول يا رب وأنت تخطو في سيرك الحسيس إلى الله فيكون معك الله فلا تجد سوءا قط بل تجد مددا وينقلب كل تعب وكل شدة إلى شدة إلى جذبة تجذبك إلى الله فإذا بالأبواب تفتح لك وترى عيانا جمال مدد الله وجمال تدبيره لك نعم العمل تسكية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا رب ارزقنا أننا نشوف التسكية في العمل ونشوف العمل إزاي بيربي فينا الرجولة اللي بتخلينا في ساحة مولانا على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا رجالا نتزكى بالعمل ونتنور بالعمل ويكتب لنا الواصل معك يا رب العالمين بالعمل الصحيح الذي به نقبل عليك على الدوام يا أرحم الراحمين بعد الفاصل نكمل الكلام عن العمل تسكية وكمان نستقبل أسكيتكم مباركة وخاصة أننا عندنا سؤال وصلنا عايزين نجاوب عليه ولكن كل ده بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر بيننا وبينكم يفتح لنا مجالس النور ويبقى الزكر عشان يصعد إلى الملأ الأعلى يا رب اجعل ذكرنا دايما في الملأ الأعلى واجعل هذه المجالس مشهودة منك يا رب العالمين احنا النهاردة تكلمنا عن معنى في غاية الأهمية في ناس كتير ما بتلتفتش ويرحى الشغل ان هي بتتربى يعني بتصبح ربانيين يعني ايه العمل بيخليك يطلع أحسن ما فيك العمل بما انه عبادة وبما انه تعمير يبقى يطلع أحسن ما فيك وعشان كده احنا لازم واحنا بنعمل نكون قصدين دايما نترقى نترقى يعني ايه زي ما قلنا كده لازم كل واحد فينا يترقى في السير إلى الله سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء يبقى ايزا كل واحد فينا لازم يترقى يترقى في عمله ايه لازم يتدرب لازم كل يوم يستفيد حاجة جديدة في عمله ولازم كمان يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى انه يفتح عليه ويعطيه من مدده وفي نفس الوقت لازم يبقى عنده ديوان بيجمع فيه خبراته عشان الخبرات دي تفتح عليه أفق كتير جدا جدا من الأمور اللي احنا بنعيشها وتبقى ده باب من أبواب الترقية ويبقى تسكية لأنفسنا وندخل فيها عالم الفلاح ونفسنا وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وأعظم أبواب التسكية أن انت تزكي نفسك بالعمل وأن العمل يكون هو تسكيتك احنا هنبتدي معكم أسئلة فيه سؤال وصل لنا طبعا فيه أسئلة كنا فيه أثناء الأيام اللي فاتت كنا بنحتفل بانتصار العاشر من رمضان وصل لنا سؤال بيسألنا هو احنا ليه لقينا باقي زكي يوسف كان موجود في الجيش وهو لم يكن من المسلمين هل ده ممكن يكون فيه إن الجيش يكون فيه غير المسلمين وكأنه عايز يسألنا عن مسألة مهمة جدا هو مش غير المسلمين ما بيبقوش في الجيش لأنه هم يدفعوا الجيزة لا 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 أنت رجعت الحاجة تانية خالص وهم دايما الناس دولة بيستدلوا بقوله تعالى لما يجوا يتكلموا على مسألة الجيزة يستدلوا بقوله تعالى حتى يعطوا الجيزة عن يدين وهم صاغرون آه بس أخلي بالا حضرتك إن الكلام دوت لازم أنت أصلا تفهم يعني إيه قضية الجيزة من أساسه هنا ليس معنى الصغار الزل والامتهان ولكن المعنى الصغار هنا هو الامتسال للسرطة وهنا حابب نفهم كذا نقطة مهمة جدا جدا في مسألة الجيزة الجيزة يا سادة لو أردت التعبير الصحيح عن الجيزة الجيزة مسألة إدارية وليست مسألة دينية يعني مش واحد بيدفع فلوس في مقابلة أنه يتسابع على دينه لكن واحد بيدفع فلوس في مقابلة إيه في مقابلة تكلفة خدمة ويخدمة الحماية وليس عقوبة على دين وإنما هي للحماية وهذا ما فهمه وسيدنا خالد بن الوليد إيه ده وسيدنا خالد بن الوليد فهم الفهم ده ده احنا كلنا فهمين الجيزة ديت فيها نوع من أنواع المهانة لغير أهل دين الإسلام عشان هم يحسوا بأن الدين الإسلام ده دين أعلى منهم وهل كده نفوس الناس تنشرح للإسلام وهل دي المعاملة اللي كان بيتعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في المدينة أكيد ما حصلش ده يا سيدة ده رسول اللسم أرسل المسلمين في الحبشة والذي ورد في السيرة بأنهم قاتلوا مع النجاشي فإزاي الكلام ده يكون هو ده الصحيح وعشان كده سيدنا خالد بن وديد فهم لما أبرم أبرم المعاهدة مع بعض أهل المدن المجورة للحيرة فقال لهم ماذا في هذه المعاهدة فإن منعناكم فلانا الجزية يبقى الجزية في مقابلة المنع في مقابلة الحماية وإلا فلا وطالما إخواننا من المسعيين وغير المسلمين بيشاركونا هنا الأمر في مسألة حماية الوطن إذن ما بقاش هناك في معنى لمعنى الجزية لأن في الحقيقة هو مش بيدفع الجزية لأنه على غير الدين لكن بيدفع الجزية لأنه ما بيشاركش في الجيش لما كان الجيش بيمتثل بأمور عبادية ممكن تضطروا إنه هو يواجه إخوانه من نفس الدين ولكن دوت خلاص انتهى انتهى ليه لأن إحنا بقينا هنا كمان نقدر نقول بشكل واضح إن الجزية ذهب محلها ذهب محلها ليه مش بس لأن الجزية ذهب محلها لأن الخلافة أصلاً ذهب محلها الآن لأن ليس هناك الخلافة وبقى العقد اللي ما بين الحاكم والمحكوم والعقد اللي بينظم الحياة الآن ليس هو عقد البيع ولكن بقى العقد اللي بينظم الحياة بإننا كلنا عقد اسمه المواطنة وده عقد جديد وإحنا محتاجين إن احنا نتكلم عن علم جديد اسمه علم إدارة الدولة هو التطوير لعلم السياسة الشرعية ليه طيب؟ لأن خلاص الكلام عن دولة الخلافة انتهى بانتهاء الخلافة إحنا الآن لازم نتكلم عن علم يتكلم عن الدولة الحديثة الدولة الحديثة زادت الحدود وزاد السلطات المحدودة والذي يتدار بالاختيار ولا تدار بالبيعة ونحن عندما يكون العلاقة بيننا وبين الحاكم فنحن نقوم بالاختيار معنى أن نحن نقوم بالاختيار يعني إيه؟ نحن جميعا مواطنون فالذي يحكمنا هو عقد المواطنة وليس عقد البيعة سمى كما نعرف الآن وعشان كده قضية الإمامة محدش من علماء السنة مجعلوهاش قضية من قضايا أصول الدين وعشان كده مسألة البداية والعقد اللي بيحكمنا الآن هو عقد المواطنة وليس عقد البيعة وده معناه إيه؟ أني فكرة الكلام عن الجزية والكلام اللي بيقولوا الطيرات المتطرفة بإني إحنا لابد إن إحنا نعمل ده وأنا في الحقيقة هيخلينا أقول لكم شيء إعادة الكلام عن الجزية طول الوقت مبني على فكرة في غاية الخبص عارفين الفكرة دي فكرة إيه؟ فكرة الثقرية الدينية لازم في ثقر بيننا وبين أهل الأديان الأخرى بنفس تفكير اليمين المتطرف في كل الأديان في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام إن إحنا لازم الأديان يبقى بينهم ثقر وهذا كلام لا يرضاه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرضى أن الذين لم يقاتلون ولم يخرجون من ديارنا أن نبرهم وأن نقصط إليهم هذا هو الكلام الصحيح وده معناه إن إحنا لابد أن نخرج من هذه الفكرة السوداء وهي فكرة الثقرية الدينية اللي بنجيب لها ساعات فكرة الجزية ونجيب لها ساعات فكرة القتال ونجيب لها كل الأفكار اللي بتحاول بقدر الإمكان إن هي تمزق الأمة يا سادة إحنا مسألة الجزية سهب محلها لأن في الحقيقة نحن نعيش في عقد جديد من عقود العيش المشترك وهو عقد المواطنة الذي له أحكام ونحن سنفرد لعقد المواطنة وإزاي هو عقد شرعي حضرة النبي أسسه مع المسلمين في مكة ومع المسلمين في الحمشة ومع المسلمين في المدينة ثم كرر مع المسلمين كذلك في المدينة في العهد الثاني وكذلك مع المسلمين في اليمن لما أرسل سيدنا معاز خمس أنماط كانت بتكرس عقد المواطنة وننتكلم عنه بالتفصيل بعد كده إن شاء الله وتعالوا ناخد أول سؤال عندنا من الأستاذ منال أستاذ منال تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ منال من صدق والله أنا كان عندي سؤال تفضلي أستاذ منال حضرتك أنا لي أخوتي تلات سوبيان وأنا البنت الرابعة الأخطة الثوارة لهم يعني كان فيه الشقة التعالي الله يرحمه كانت إيجار من البنك بإسم الورثة الشرعيين جي البنك بعت لنا اتملكوها فإحنا تملكناها جلنا مشتري عايز اشتريها فالمشتري هو اللي تملكها المشتري لما تملكها البنك ادهلنا إن إحنا الأربعة شركة فيها مش بوارثة شرعية فكده هتتقسم إزاي هتتقسم هل أنا هيأخذ نص إخواتي ولا أنا وإخواتي إحنا الأربعة زي بعض مع أني يعني الأستاذ في الشؤون القانونية بتاع البنك قال لي الأستاذ منال بالوقتي الشقة دي بقت شرك ليكو أنت الأربعة أنت وإخواتك سوبيان الثلاثة أنا عايز أعرف عشان أنا مش عايز أدخل على بيتي ولا على ولاتي أي إشحار طيب ستي أولا الشقة دي كانت شقة إيجار صح كده وعقد الإيجار بينتهي بانتهاء بوفاة بوفاة الشخص إلا أن يكون عقد الإيجار ده تعقدي ممتد الأمر الثاني إن تحويل العقد ده بقى إلى تمليك ثم بعد ذلك استماح بالبيع ده وده أمور أمور إجرائية تكون مع المؤجر وهي المؤسسة أو البنك اللي عمل كده ولذلك البنك لما حول عقد الإيجار ليكم أنتو عشان تتمكنوا من البيع للمشتري الجديد ده فأعطاكم العقد أنتو ده من حقه لأن العقد القديم قد انتهى وهو نقل العقد إليكم وعلى ذلك فيبقى أنتو لما عمل كده صاحب العقد وحول العقد ليكم أنتو ده صحيح والأموال التي ستأخذيها لأن خلاص ده ما بقاش ورث لكن ده بقى عقد جديد بينكم وبين البنك فبقى العقد الإيجار ده لكم أنتو أو عقد التمكين لكم أنتو الأربعة مع البنك ويبقى الأموال اللي هتأخذوها إن شاء الله أموال حلالة وليس فيها شبه أستاذ شريف من المنوفية يتفضل أنا وصلا وعليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته أستاذ شريف أزاي حضرتك شدلت الشيخ فضل ونعم الحمد لله وحضرتك طيب وسلام وبصحة وبعافية نعم زكاة زكاة رمضان زكاة رمضان إنت عايز بتكلم عن زكاة رمضان هتطلع كم هتطلع 30 جنيه لا أنا بتسلم هل يمسع إن أنا أديها للحد من الأقارب ولا لأ يا سلام ده يبقى أحسن هتبقى عنك صدقة وكمان بس هو يكون مسكين يبقى أنت هتتديله الفلوس ديت وإن شاء الله يكون ده تفتح وبرك عليه يجوز يجوز إذا كانت هي محتاجة لده ومعنده ونفقاتها ما تكفهاش يجوز إن أنت تدهالة إن شاء الله شكرا لحضر عفوا يا سيدي السيدة محمد تفضل إزاي حضرتك يا شيخ فضل ونعمة الحمد لله ربنا يبارك فيه الله يبارك في حضرك تفضلي من فضلك نسأل يعني ممكن تعتكف في البيت أو أو حاجة يعني زي كده ولا الرجال بس طيب يا سيدي سؤال سؤال ده حلو الغالب الغالب عند العلماء إن هم بيقولوا إن الاعتكاف يكون في المساجد لأن وأنتم عاكفون في المساجد فالاعتكاف في الأساس إن هو يبقى في المسجد عشان يبقى فيه وبعض الأيام ما بيشترط إن أنت لما تعتكف تعتكف في المسجد جامع عشان تقدر تصلي الصلاة كلها وتقدر تصلي صلاة الجمع أما في البيت بقى إن الواحد يعتكف ده قد تتبقى يسمعها خلوة الصحيح إن هي تبقى يسمعها خلوة هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ثواب هذا أو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ثواب ويعطينا نفحات من نفحات للأعتكاف لكن هل ده يسمى اعتكاف اللي هو بيكون في البيت ده لا ده مش هيكون اسمه الاعتكاف الاعتكاف يكون في المسجد لكن هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعطي ثوابا للنساء أو ثوابا لمن يمكس مدة مع الله سبحانه وتعالى في خلوة نعم ورسول الله سلم شرع لنا الخلوة ولكن هذا على ألا يكون هذا في تقصير في حقوق البيت ولا في حقوق الحياة يبقى إذا أنت فعلت ده بغير تقصير في حق بيتك وفي حق أسراتك ولا في حق الحياة ولا لم يكن هذا هربا من الحياة ولكن إقبالا على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يكتب لك أسرار ونفحات وثواب إن شاء الله من ثواب ونفحات الخلوة إن شاء الله أستاذ أمو محمد من الإسماعيلية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل السنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة ما عندي سؤالين معلش حضرتك من غير معلش تفضلي سؤالين خليهما ستة تلاتة عشان نبطل معلش تفضلي تسلم يا دكتور تسلم من ترمش تفضلي حضرتك جزم توفي الله يرحب هيتم سنة نعم هيتم سنة هو عليه الدين هو الدين ده حضرتك مش مفروض يتفد من فوق الروس من الورثة بتاعه طبعا قبل ما تتوزع التركة لازم نطلع الديون لا لا ما رضيوش أخوه ما رضيوش يعمل كده ولا حاجة يدفعوا من الأنصبة اللي هم خدوها يدفعوا منها الدين الدين قبل أي حاجة لازم الدين يتشال ولازم الوصية تتشال الأول يبقى فيه حاجتين بيتشالوا قبل ما نوزع أي تركة بيتوزع فيها لأن التركة دي بيبقى زي ما بيقولوا كده بالتعبير العامي ركبها حاجتين ركبها الدين والوصية نطلع الدين والوصية وبعد كده اللي يفضل ده هو ده التركة طيب حضرتك أخو قال لي لا المفروض أخو قال لي المفروض تطلعيها من الفلوس المعاش اللي انت خدتيها الفلوس المعاش الخارجة لا فلوس المعاش تحكي بص يا ست فلوس المعاش دي حاجة فلوس المعاش دي حاجة وفلوس الخارجة دي حاجة والتركة بتاعته حاجة تانية لأن فلوس المعاش وكمان الفلوس الخارجة دي بتديها المؤسسة مؤساة منها لأهل ده معاش ده السؤال الأولاني الفلوس تطلع من تركته الاول الدين يطلع من تركته الاول السؤال التاني يا سيدة محمد طيب كان كذب لعيال لاخته اراد العقد ملئنهوش فالصورة بتاعة العقد موجودة فهو مرديش قاله لأ ادينا العقد واحنا هنديهم الاراد مرديش اخوه مرديش يد الاراد لعيال اخته طيب العقد ده كان مسجل لا مش مسجل بس دي اتنين شهود موجودين علي بص يا سيدة اللي هيصدق بالعقد ده هيبقى ينفس في حقه لكن اللي مش هيصدق به ويقوله والله العقد ده ما شفتوش ولا عرف عنه حاجة وهو معذور لان هو العقد ده ما شفوش مش اي واحد عيجيب ورقة ياخد فيها مراس الناس وبما ان العقد ده مش موسق في الشهر العقاري ومش مثبت يبقى احنا ما نقدرش نثبت بي ده يبقى ايه اللي هيحصل اللي هيقول ان العقد ده كان صحيح هيزبط في حقه ويدي نصيب ولاد اخوه منه طيب اللي بيقول لا انا ما عرفش عنه ده لا مش هيدي لهم وهل يكون قاسب لو عمل كده ابدا اذا كان هو عارف ان ما هو ما ما باعش حاجة فهو مش ملزم ان هو يعطي المال اللي هو تحول اليه بالمراس يبقى اول حاجة الدين ده هيطلع من التلك وكمان هو لو ما اقرش بالبيع ده هو ما عليوش اسم لانه هو ما فيش ما يسبت هذا البيع نعم واستاذة ايه من الاقصد تتفضل ايوة عندي سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت على اسأل يا شيخ انا والدتي يعني من فترة كانت رجلها بتوجيحها يعني ورسنا كشفنا لها وطلعت يعني عايز تغيير مصة وعملنا لها العملية وكده وطبعا يعني والدي ليه فترة يعني بيتخاصم معاها يعني وعايز حقوقه الشرعية يعني وهي طبعا منعينها البكاترة من كده وكل فترة يعني يقول يعني انا عايزة اتجوز والكلام ده ومبيصرفش عليها ولا بيعرفها باي حاجة يعني اولاده هم اللي بيصرفوا عليها سن الحج استني بس يا ايه استني يا عمستاذ ايه وسن الحج كام دلوقتي سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة وبيقول لها انا عايزة اروح اتجوز طيب ماشي ماشي ايوة وهي يعني على مشاكل يعني في الموضيع دياتي وبعدين يعني وصلنا اللي قلنا يعني روح اتجوز طبعا عشان هي تعبامة وكده مبيصرفش عليها خالص فين سؤالك يا ستة ايه السؤال ان هي ودرط يعني بسبب الموضيع ديات يعني بيخصمها هو بينكر ان هو بسبب الموضيع دي درط ما بيكلمهاش يعني هي عسارف عليها زنب ان هي ما بتكلموش ان هو يعني بيكلمهاش ولا ايه يعني هو لو كان ما بيكلمهاش عشان هو يعيني هي يعيني عندها دلوقتي مانع من الموانع يخليها مش قادرة تعمل الكلام ده فبيخصمها عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب عليها هذا المرض اللي بيخليها ما تقدرش تعمل الكلام ده اه يبقى غلطان ويبقى حرام عليه لان هو في الحقيقة لا يكلف الله نفسا الا وسعه وهي مش قادرة الستة عندها تغيير مفصل ودكات رأي لله ان هي ما تقدرش تعمل الكلام ده فهو لازم يقدر ده ويتق الله فيها ولابد ان هو يحسن اليها وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصب النساء خيرا فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم فحج وحدة وحدة وخليك بس قلبك حنايا على الست وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتمم شفاها وان شاء الله تكونوا في احسن حال وفي خير حال يا رب العالمين يا سادة بالله عليكم او والله بالله عليكم بالله عليكم احنا في كنز في نعمة النعمة اسمها مصنع الرجالة نعمة اسمها فضل ربنا العميم نعمة بتخلي الانسان يخرج احسن ما فيه بس لو هو حس فعلا ان هو من اهل المدد من ربنا العمل ده يا سيدي يخليك من اجمل الناس لو عرفت ان العمل ده مش جاي عشان يطحنك ولا جاي عشان يهينك لا ده جاي عشان يجملك جاي عشان يخرج احسن ما فيك وهو هتقول لي اصل الناس بتعمل في العمل والناس بتعمل كده انت مش هتقدر تطلع احسن ما فيك غير لما تكون بتواجه الصعوبة لان كل انسان اذا كان فيه اسهل احواله فممكن يدعي ان هو صادق وممكن يدعي ان هو عنده اخلاق حسن لكن لما يبقى عنده ضغوط ويبقى العمل فيه مشقة ساعتها هتطلع الحاجة الحلوة منك بطعم زي الشهد هتحس فيها بمدد ربنا وتحس بقد ايه ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش عليك العمل عشان يعذبك ده كتب عليك العمل عشان يهذبك يا رب هذبنا وجعلنا من اهل القرب لك وجعلنا يا رب دايما من اهل مددك ومن اهل كرمك ومن اهل فضلك وجعل العمل يا رب باب مفتوح عشان نقبل عليك وباب مفتوح عشان نكون من اهل مودتك ونرى بعنينا مددك ونعمتك علينا بان انت استفتنا ان انت تكتبنا في دواوين الرجال الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه يا رب زكينا واجعل أعمالنا صالحة ومصلحة لقلوبنا ولأحوالنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اجعل عملنا دائما في أعمال الصالحين